السلام عليكم. عاملين ايه? يلا مع بعض هنفرز النهاردة الكرومب. الكرومب بقى ماليس دلوقتي وسعره نزل جدا. هنشيله لرمضان. انا جبت واحدة كبيرة. اللي هي دي. واحدة تانية سغننة. اللي جنبها. هقول لكم بقى الاسعار. وهقول لكم ايه? احسن الاسعار. عشان تجيبوها بيها. ونشيلها ان شاء الله لشهر الرمضان. اه عشان كمان نفرزها الرمضان. احنا عارفين طبعا في اول رمضان الناس كلها بتابع محشي فسعره بيغلى جدا. يعني سنة اللي فات التنجان وصل تلاتين جنيه. اللي كانت تلاتة كيلو بعشرة. خلاص هنبتدي كده مع بعض نشيل الرز بتاعتها. هنفرغها كده بستكينة لتحت. واحدة واحدة ونشيل القلبة بتاعها. في ناس بقى بتحب تقطع الرز دي. ودفها بسلا لمخلل لو بتعمل مخلل بقى جزر او لفت او كده. بيدفولها الرز دي. اه في ناس بتحب بتعمها يعني في المخللات وكده. ولو مش حبها خلاص بنرميها. في ناس كمان بتحب تسلق كرومبايا سليمة كده وتشيل ورقة بورقة. بس انا مش بحبي بصراحة انا بحب بسلق يعني بفرغ الورقة وبسلق اه بالورقة. مش بالكرومبايا كلها. لان انا بطلع بقى تحس لها بتتلاسعي وبتبقى محتاجة حلة كبيرة قوية اما المياه هتتدلدأ منك بقى هتبقى تجازه وتبحت للدانية. فاسلقها بالطريقة اللي انت مرتحالها ولا انت حباها. هنفرغ كده القلب بتاعها باستكينة كويس. قلي بارك برداش وما تقطعيش الورقة يعني ما تنزلش باستكينة قوي. تفرغي على قدة طول بتاع العمق يعني بتاع القلب بتاعها. خلاص هنشيله. انا جبت الكرومبايا ستو غنونة زي كانت بعشرة جنيه. والكبيرة اللي جنبها كانت بعشرين. وكان فيه حجم تاني في وسط يعني في النص ما بينهم. كانت بخمسة اشار. ده بقى سعر مناسب. هي بقى سعر غالي جدا. يعني انا هنا عندي الحاجات الاسعارها غالي شوية. لقيت كرومبايا. اصغر من الصغنونة ده انا جابها بعشرة دي كانت بخمسة وتلاتين. واصغر منها كمان. فانتم ما تخلوش حد يستغلكم. وما تجيبوش الحاجة بسعرها غالي. دوروا بكذا مكان. وهاتوها بالسعر المنسب ليكم. ما تخلوش حد يستغلكم. يعني انا جبت اللي اتنين اقل من سعر واحدة اصغر من الصغيرة. يعني اللي اتنين بتلاتين جنيه. هنا عندي بيبوها اصغر من الصغنونة دي يعني اكبر من الكابوتش حاجة بسيطة. كانت بخمسة وتلاتين. فهو حرامي يعني. واتخلوش حد يستغلكم. وقت ما بنلاقي الخضر سعر قليل كده على طول نشيله ونفرطه يعني ربنا اللي علم بينا وبالاسهار اللي احنا فيها دي. احنا محتاجين كل قرش بصراحة هنوفره. دي بقى الكمية اللي طلعت معي الورق يعني. ده الورق بتاع صغنونة وده الورق بتاع كبيرة. خلاص? هنبتدي بقى النسلوق كده واحدة واحدة. حل معي على النار فيها مية. حط لها بقى شوية ملح. وشوية كمون. هو بس ملح وكمون. لزو نحط اي توابل ولا اي بهرات ولا اي حاجة تانية. خلاص? وما انت بقى قلتي على حاجة كده التكاية بتقول لي يعني ان دي بتخلي ورق الكرومبي يا شوفتها في التلفزيون وكده ان الكرومبي بيفضل ما قرمش ومش بيتهاري وكده. وهي سكر. فقلت نجرب ونحط معلقة سكر. مش هتفرق يعني. حطتها. ونسيب المية بقى تغلي كده كويس ومعي مصة. المصة دي عشان هتطلع عليها الورق. طبعا انت خلي بالك المصة دي كون تحطيها طبق او حاجة غوية يعني عشان المية اللي هتتصفى من الورق الكرومبي ونبهد الكرش الدنيا. خلاص المية بتادي التغلي اهي. هنزل بقى فيها بورق الكروف. انا بحط تلات ورقات تلات ورقات. يعني كل سلقة. اه كل حطة بحط تلات ورقات فوق بعض. خلاص هنزل بقى بالورق بتاعي. بسيبه دقيقة واحدة بس. ما تخليهوش تريدية واحدة بس. وبنروح قلبينه والنحية التانية. بمعلقتين بقى خشب كده قصات بعض. بروح مسكاة وقلبية. بالروح اخلي بالك سموسات اللي استعيش. اهو بروح قلبا. يفضل على الناحية التانية كمان زقيقة. وبعد كده بطلعه. مش بسيبه اكتر من كده. لان هو لما بيطلعه بفضل في المصفى والسخنية والدخان بتاعه. وانحنا بنطلع ورق وفوق ايه ورق بيبقى اسخن منه. فهو اصلا بيكمل سوى. خلاص? وكمان لحظة ان احنا لسه هنشيره هنفرزه. ففي التفريز هو ممكن ياخد يعني التلج بيهري شوية. فانتي طلعيه سوى مسلا سبعين تمانين في الماء. ما تخليهوش تاري قوي. خلاص هننزل بقى بالكمية الباقي ونفضل وهي كزا تلات ورقات تلات ورقات. حتى ما نخلص الكمية. طبعا انتي حابة تسلو ايه بقى كونباية سليمة زي ما هي زي ما تحبك. انا بحس ان هي بتبهزل الدنيا وان انا هفضل بقى تلسع وانا بطلع في الورق وهتبقى ليلة يعني فكده اسعر. خلاص هنغطس بقى الورق كده هو كده كده لما بيستوي بيروح نازل الواحد يعني الورقة بتطرى كده وبتروح نازلة في الماء. دي بقى الكمية اللي طلعت معي كلها ما شاء الله ماليك بتمسطين يعني مليانة. هنقطع بقى لو رقب بتاعتها همريكم نقطعها ازاي? طبعا ده لالناس المبكدي يعني احنا انتم مشاء الله شطار. بس يعني انا ما كنتش بعرف اصلا هعمل الكرومب ده وعنده مامتي ما كنتش عملته خالص. ففي اول جوازة كنت يعني لستة بتعلم. فده لالناس اللي لستة بتعلم يعني. عنشيت بقى العرق بتاعه كده بستكينة. عايدي خالص ما تخافوش ما فيش حاجة هتتقطع منكم ولو تقطعت عادي يعني من ورق الكرومب سهل في التعيم والما تخافوش. هنقطع بقى العرق ده كده من اول حد اخره. وهنمسك الورقة. هنلفها على بعض. في ناس بقى لهم بيقطعوا بورق مربعاته وبينزله بالسكينة في الكرومبية كلها. ده مش عارفة انتم عارفين ان انا قضي على ايه ولا ايه? بس ده بيهضر كتير قوي من ورق الكرومب وبيطلع منه قطع كتير. تقطع بقى الورقة بالطول اللي انت حباها. حباها بقى يكون طويل حباقه صير. خلاص واحنا بعد كده واحنا شغالين واحنا بنلف بنقطعه تاني. يعني بتقطعه على طول الورقة اللي انت حباها. خلاص. هكمل بقى هوريكوا واحدة كمان. وبعد زي هكمل انا هاخد بقى الصناية بالليلة بتاعت زي ووعد على الارض. شايفين الدخل لسه طالع منها وصخنة جدا. هعود بقى انا على الارض بالصناية كبيرة زي عشان هتبقى ليلى. يعني كمان ما شاء الله فهتاخد مني وقت اعود بقى على الارض براحتي وعد اضبطها كده. هعمل بس العروق دي وهقطعها زي ما وردتكم كده. خلاص. شايفين القرومباي برضو مش مهرية. الورقة مش مهرية. لسه يعني فيها الروح كده. ان احنا لسه هنشيلها في فخلي بالكم. كمان لسه هتقعد معنا شهر ولا حاجة او شهر ونص. عشان ما تتهيش منكم ابل. مس انا بشيله والحمد لله بيتلقى حلو مش بيبوز ولا اي حاجة. بيبقى حلو جدا. هيسهل عليكم الدنيا قوي في رمضان. والكمية ما شاء الله يعني غامة معي كمية حلوة جدا. خلاص هاخد بقى استرنية وكمل انا مع لفسي. وهرجع لكم اواريكم من كمية لتلات. زي بقى الكمية اللي تلات معي شايفين ما شاء الله عملت تلات طباق مليانين يعني شايفين مليون هرم. ما شاء الله في ماجد حلوة جدا. هنرسسهم بقى كده في الطباق تكون محكمة الغلق او زي ما تحبي تخزينهم حبة تخزينهم في اكياف. حبة تخزينهم في علب زي ما تحبي. هجيب انا بقى اللاتباق بتاعتي وهرسس فيها الورق وهوريكم. ده اول واحد. طبعا انت بترسسي بقى يعني الطبق على قد الوجبة اللي انت هتعملها او على قد الطبخة بتاعتك. يعني على قد الحلال اللي هتلف فيها على على قد عدد افراد اسرتك. حسن انت تطلعيها على قد الوجبة. طبق اما طلعوها من الصبح تفك. تجاهزي بس خلطة الرز بتاعتك. طبك الطماطم وتقطع الخطرة. طبق ايضبك وقفع على اللف بس. خلاص هتسهل معك الدنيا جدا مش لسه بقى هتصحي واتفكري ده انا لسه هنزل اشتري كرومب واسلو وقطع. لا هتبقى سهل معك جدا. خلاص هنحط بقى كده نرسل في الطبق على قد الوجبة اللي احنا هنعملها. انا عادة لما بعمل المحشي بحب اجهزه اليومين يعني لما ببقى مطلع مسلا كرومب او كده بحب الفه اليومين عشان تاني يوم ابقى مكبرة دماغي هو اصلا المحشي بيبقى تعب وبيبقى يعني غلب على ما تعملين. فبحب تاني يوم بقى ايه اريح نفسي يبقى عندي الاكل جاهز. بقى بعمل الملوخية بس عشاني بحب الملوخية تبقى يومها يعني في يومها. خلاص هنجهز بقى الطبقة بتاعنا كده. نملك كله. بالكمية المناسبة لنا. خلاص انا طبعا يعني بشوف اسعار غريبة جدا في ناس بيتبيع الكرومب متقطع كده وجاهز تبقى على اللف. بقى لقى هم بيبيع كله كيلو بمية واسعار غريبة جدا. يعني ليه طب ما هو كرومبتين اهوم بتلاتين جنيه. وهذا غرق لنا الدنيا. خليوا لكم كمان الورق ده بيشارب ميا يعني عشان هو مسلوق وكده فبيوزن. في يعني ممكن طبق يكون قد ده وبيبقوا بمية جنيه. طب ليه? انا اقفت شوية يعني تلات اربع ساعات في تجهيزه بس هرتاح بقى اشوفه هرتاح قد ايه يعني الكمية اللي طلعت معي دي تكفيكوا لحد اخر رمضان وبعد رمضان كمان يعني ما شاء الله طلعت كمية حلوة جدا. انتو اول ما تلاقي خضار خلاص بقى الموسم بتاعه وملي السوق وساره بقى كويس تفرزه على طول. انفرز مع بعض التماطب ان شاء الله وخضرة المحشي. انا هقول تجرب خضرة المحشي في شوية سغنانين عشان انا بصراحة ما فرزتهاش قبل كده. ولو الطريقة بقت كويسة معي هقول لكم. انتو لو جربتوا برضو تفرز خضرة المحشي وتلعت معكم كويسة اقولولي على الافكار بتاعتكم. خلاص ده اول طبق خلصناه ده التاني. هنجهز الطبق التاني. انا مش قادرة اقول لكم طلعت معي كمية حلوة جدا قد ايه? يعني بسم الله هي ما شاء الله. انتو حاولوا برضو اي حاجة في وشكو كده تفرزوها. البستلة بقى التماطم الكروم الحاجات دي. اي حاجة يجي الموسم بتاعها وتلقوها رخصة على طول هاتوها. انرسز بقى ده الطبق التاني كمان على فكرة هتسهل عليكم جدا في العزومات لو عندك عزومة. بتبقى عندك الحاجة بتاعتك كلها جاهزة. انا بقى عندي كمان لو يعني مسلا لو الطبق ده ما كفاش الرز اللي عندك بقى روح مكملة فلفل رومي. الفلفل بيبقى سهل في عميله بتروح يمقورها على طول كده وحشية لو تبقى عندك رز بالخلطة بتاعت المحشي يعني. روح يحشية بقية الرز. يعني ما توقفش نفسك على حاجة ومش بنرمي حاجة عشان حروم الحاجة كلها بقت غالية. ده بقى تالت طبق معي. يعني ده التالت واحد. وهوريكو برضو الكمية في الاخر بسم الله يا مساء الله. الكمية كانت حلوة جدا. خلاص. رسز بقى المحشي الورق بتاعنا كله. خلي بالك برضو يعني ايه انت حاولي توازن. تشوف انت بتحتاجي ورق قد ايه في الحلة. بتلفي بياخد معاك ورق قد ايه? قراص. والورق الاخضر الغامق ده انتو لو مش حابينه احنا بنفرشه في الحلة من تحت عشان المحشي ما يشدش. انا بحب طعمه جدا يعني بحسه مسكر فبحبه عايز انتو لو حابينه رفوه. لو مش حابينه يحطوه من تحت. شايفين الورقة بقى مش مهرية ولا حاجة? تستحمل معنا في التفريز يعني فخلوا بالكم ما تسلقهاش جامد. خلاص. نكمل بقى الطبق بتاعنا. وفي ناس كمان العروق اللي احنا طلعناها دي بتحطها في اعر الحلة. بس انا مش بحب بصراحة. انا بحب حط ورقة مثلا كده اللي هو الورق اللي بيكون متقطع مني ومش عارفة لفه. او الورق اللي اخدر قوي الغامق ده. لكن العروق وكده مش بحب حطها. انتو زي ما تحبوا. هنخلص بقى الاطباق بتاعتنا. كده خلاص. عملت الكمية ما شاء الله. دول بقى التلاتة دول طلعوا من طبق واحد. احنا كنا عاملين تلات اطباق هرمين. شايفين فاضل معي لسه طبقين. يعني انا مليت تلات علب ولسه فاضل طبقين. انا بقى طبخت منها في يوميها يعني طبخت منها لينا. والباقي ده فرسته. وطبقة معي كمية تانية شلتها في علب تانية. يعني انا عملت لما طبخت خدت منه نص طبق من الطبقين التانيين. وتبقى معي طبق ونص فرستهم هم كمان في الفريزاني. شايفين الكمية بسم الله ما شاء الله. شايفين? والاخدر ده زي ما قلت لكم بحطه في الصناعة من تحته وانا اصلا بحب طعمه فبلفه عايدي. خلاص. بسم الله ما شاء الله كمية حلوة جدا. ان شاء لها بقى لرمضان وللعظمات. طبخت بقى منها في اليوم ده شايفين? كت حلوة جدا. مع بقى شوية ملوخية وفراخ محمرة. يعني كلنا طبعا بنحب المحشي. هتوفرزو هيسهل عليكم جدا في رمضان. وده للوقفة والتعب. وهتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملو لي لايك. ولو لسه مشتركتوش في القناة. تعملو سبسكرايب. وهتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. باي باي.